كل موسم قطاف يواجه مزارع الزيتون في إدلب ضغوطاً متعددة تشمل التكاليف المرتفعة، تحديات المناخة، ورغم محدودية الموارد تعمل بعض الجهات على تحسين تقنيات المستخدمة في الزراعة والعصر. رغم التحديات والصعوبات التي يعاني منها مزارع الزيتون في ريف محافظة إدلب وإصابة معظم الحقول بعدد من الأمراض، توقعات الإنتاج هذا العام تشير إلى زيادة مقارنة بالعام الماضي، والبالغة 35500 طن من ثمار الزيتون وأربعة ألاف وخمسمائة طن من زيت الزيتون ذي المواصفات والجودة المطلوبة عالمياً. نحن هنا في المناطق الآمنة والمحررة في أدلب تبلغ مساحة أشجار الزيتون 35000 هكتار، بالنسبة للإنتاج المتوقع 35500 طن، طبعاً بعد عودة الأهالي والاستقرار تم الاهتمام والاعتناء في هذه الشجرة، ولكن بحاجة لبعض الخدمات ومن خلال مكافحة الآفات ومن خلال تسميد وعمليات الخدمة. الأصناف المزروعة في إدلب الرئيسية هي الصنف الصوراني والقيسي، وهي أصناف أبدت تحمل التغيرات المناخية بشكل كبير مقارنة مع غيرها من الأصناف في كل المحافظات السورية تقريباً. ومميزة من حيث مواصفات زيوتا، من حيث المردود العالي للزيت، وأيضاً المواصفات الحسية والتزوقية. على مساحة زراعية تبلغ 35000 هكتار، بدأ مزارع إدلب قطاف موسم الزيتون الاستراتيجي، الذي يعد موسماً هاماً ذا دخل اقتصادياً أساسي لمعظم المزارعين في إدلب، وسط مطالب بالدعم لعودة هذه الشجرة كما كانت قبيل الحرب. الشجرة بدها مدراء أكتر من هناك، يعني الشجرة ناقصة دوة، دوة دوة عم يجي أكتره في ضرب، في مادة عم يحطوها الشجرة، الشجرة مع ما تاخد مفعولة اللازمة في المتعليه، عم يصير من وراها الدود وهالبلاوي هاي اللي عم تيجي على هالشجرة، بدنا منكم يعني هاي الشجرة اللي ضروري إن هادوية بتيجي نظامية يعني كويسة وإنها ما بتضر الشجرة. نحن هون عم نعاني في عنا نقص بالأسمدي وعنا نقص بالعمل، وعنا لحنا موضوع موضوع الاستثمار هو اللي عم يعقد الموضوع أكتر من ما هو فيه. يعني لحنا أخي لو نعتني بالشجرة، الشجرة شجرة استراتيجية، فلازم نحافظ على الشجرة. تعاني الشجرة اليوم؟ تعاني الشجرة اليوم بنقص من المي ونقص من الأسمدي ونقص من الخدمة. من طالم الزارعين الزيتون إنه الدول يشجع الفلاح على خدمة الزيتون، أخي بالنسبة للفلاحة وللبخ وللأعشاب ولكل شي، ما هو إنه مثلا تاخد استثمار أو تاخد كذا مثلا الاستثمار، لا عبعتوا إنه مستثمرين عبيحشوا الأخضر مع اليابيس، طيب المواطن هذا الفلاح اللي عبيتعب وعبيشتغل، وعبيفلح أرضه وبيتخصر وبشحل وبيتعب، ما بصير هذا الشغل. وقت المزارع بيرجع على الأرض وبيختلف كل شي، تعتنى فيها أرض مع الميلك، تعتنى فيها مزبوط، تنتج. نحصل الزيتونات الحمد لله والأمور كويسة، والإنتاج كويس السنة لهذا العام الحمد لله، بس نطلب من الأخوة خيوة الدعم لكي أعادت السجرة الزيتونة إلى مثل أول هو أحسن. إنتاج الزيت يعتبر جيدا بالنظر إلى الخدمات التي قدمها المزارعون للشجرة والعوامل الجوية التي تعرضت لها، والمختصون يؤكدون الحفاظ على جودة الزيت المنتجة عكس التصريحات الصحفية.